هذا التسجيل لشبكة الكفيف التقني العراقي تسجيل ران الحناية 1. هودا is riding a white horse now المطلوب re-write in the correct passive form الإجابة a white horse is being ridden now 2. they are building a new bank in my neighborhood نفس المطلوب re-write in the correct passive form 4. passive voice in past continuous الحالة الرابعة زمن الماضي المستمر فاعل زائد was aware زائد verb معه ing زائد مفعول به زائد معلوم عفوا تكملة بين قوسين معلوم الحالة الأخرى هي مفعول به زائد was aware زائد being زائد past participle زائد تكملة مبني للمجهول الخطوات أولا نجد المفعول به بعد الفعل ing ثانيا نضع was للمفرد ونضع where للجمع بعدها نضيف being ثم التصريف الثالث للفعل ثلاثة نحول الفعل المنتهي ب-ing إلى التصريف الثالث مربع أسود على اليسار مكتوب فيه فيه اي او شي او هي او ات زائد was they weigh you they weigh you زائد where 1. my mother was cooking a chicken المطلوب rewrite in the correct passive form الإجابة a chicken was being cooked اثنان they were cleaning the house المطلوب rewrite in the correct passive form 5. passive voice in present perfect الحالة الخامسة المبني للمجهول في زمن المضارع التام فاعل زائد has أو have زائد past participle زائد مفعول به زائد تكملة بين قوسين معلوم الحالة الأخرى هي مفعول به زائد او عذرا تصبح مفعول به زائد has أو have زائد been زائد past participle زائد مبني للمجهول تكملة الخطوات أولا نجد المفعول به بعد فعل التصريف الثالث ثانيا نضع has للمفرد ونضع have للجمع بعدها نضيف been ثم تصريف ثالث للفعل ثلاثة الفعل أساسا تصريف ثالث لا يحتاج إلى تحويل ومكتوب في المربع الأسود أسفل الملاحظات هذه هي أو هي أو ات معهاز أعي أو ذي أو we أو you معهاف page 92 question 1 Susan has cleaned the rooms المطلوب rewrite in the correct passive form 2 they have seen the festival المطلوب rewrite in the correct passive form 6 passive voice and past perfect الحالة السادسة زمن الماضي التام فاعل ونضع ونضع بن بين هاد والتصريف الثالث ثانيا نعرف هذا الزمن من خلال الهاد والتصريف الثالث واحد أو one we had done the homework المطلوب rewrite in the correct passive form 7 passive voice in future الحالة السابعة المبنى للمجهول في زمن المستقبل tomorrow in the future next soon كلها تأتي مع المستقبل وهي ظروف المعادلة هي فاعل زائد will زائد مصدر زائد مفعول به زائد تكملة هذا المعلوم وثم تصبح في المبنى للمجهول إلى مفعول به زائد will be زائد past participle زائد التكملة المبنى المجهول 1 they will print your name and address on your checks المطلوب استخدام passive voice الإجابة your name and address will be printed on your checks 2 they will make the cake tomorrow المطلوب rewrite in the correct passive form page 93 حل الكلمات لتكون مبني للمجهول unscramble the words to make passive sentences ومكتوب في صيغة السؤال رقم الصفحة 122 لكن الصفحة كما ذكرت في الملزمة لدي 93 1 somebody stole my wallet last week بن قسين wallet week was my last stolen al-ijaba my wallet was stolen last week 2 somebody robbed the bank yesterday بن قسين was the yesterday bank robbed al-ijaba the bank was robbed yesterday ثلاثة somebody will pay the bill tomorrow بن قسين tomorrow bill will the be paid four people use these coins in egypt بن قسين egypt are in used coins these ملاحظة في حالة الترتيب لستمتؤكدة من كلمة ثانية قد تكون حالة أو خانة قد تكون حالة لكن الكلمة عليها دائرة لذا ليست واضحة لأقرأها في خانة أو حالة الترتيب في مبنى المجهول أو الكلمة تكون ذات حرف كبير بن قسين مفعول به وعند وجود كلمتين أو أكثر نبدأ بحروف كبير نستبعد أسماء العلم يعني مثلا في المثال الذي ذكرته منذ قليل رقم أربعة بن قسين اللي هي كلمات egypt are in used coins these كانت كلمتين egypt و these أول حرف فيهما capitalized أي بخط كبير الحرف كبير يعني upper case أو capitalized لذا لذا قد يكون هذا دليل على أن يا إما كلمة egypt أو these تكون في بداية الجملة وهم وهم قالوا وهم قالوا بأن عند وجود كلمتين استبعدوا أسماء العلم في هذه الحالة يجب تسمع العلم الشرح من عندي وليس مكتوب أعتذر إذا كان هذا تجاوز بعدها تمرين أكمل الجمل التالية في حالة المبني للمجهول complete the sentences with the correct passive form of the verb in brackets الصفحة في صيغة السؤال مكتوبة 124 ولكن نحن في الملزمة أمامي الرقم هو 93 1 The check was signed بين قوسين sign last week طبعا سؤال الأول والثاني وأيضا الخامس والسادس محلولين أما البقية فلا So the check was signed last week هي الإجابة الكاملة الصحيحة الثاني أفي فراغ بين قوسين charge if you don't have enough money in your account وكانت الإجابة هي أفي will be charged if you don't have enough money in your account رقم ثلاثة this letter فراغ بن قوسين write by my mother أربع the magazine بن قوسين publish every month 5 I used my father's I used my father's while my car فراغ بن قوسين repair الإجابة was being repaired 6 my bedroom فراغ بن قوسين paint فاصلة so I'm sleeping in the living room الإجابة my bedroom is being painted 7 my ATM card فراغ بن قوسين steal yesterday so I have to get a new one 8 bank statements فراغ بن قوسين send at the end of each month بعدها هناك ثلاثة أسئلة ولكن هي ليست مرقمة somebody stole my wallet last week المطلوب rewrite with the passive form السؤال الذي يليه هناك مجموعة من الكلمات بين قوسين وهي renovated bank is the being وكلمة the تبدأ بحرف كبير المطلوب unscramble the words to make a passive sentence my uncle عفوا نسؤال ذي يلي my uncle deposited the money last week بين قوسين re-write with the passive form page 94 أكمل الجمل بالمبني للمجهول أو المعلوم من الأفعال بين الأقواص جمعها محلولة لذا سوف أقرأها من دون الحل ومن ثم أعطيكم الحل the money in a bank the money in a bank account is used in many ways is used in many ways the machine فراغ بن قوسين repair at the moment الإجابة الإجابة for the end of the year the decision فراغ بن قوسين make tomorrow by the bank manager الإجابة the decision will be made tomorrow by the bank manager خمسة فاطمة فراغ بن قوسين get a loan last week to buy her flat الإجابة فاطمة got a loan last week to buy her flat six the business فراغ بن قوسين start two years ago brothers الإجابة the business was started two years ago seven bankers usually فراغ بن قوسين like helping their customers الإجابة bankers usually like helping their customers eight was the information فراغ بن قوسين sent to you by email last week الإجابة was the information sent to you by email last week unit six lesson five الدرس الخامس وصل العبارات لصنع حالات شرطية بما أن توصيل وهي محلولة سوف أقرأها بحسب الترتيب الموجود أمامي وهو ليس الترتيب الصحيح سوف أقرأ الأرقام من واحد إلى خمسة ومن ثم الحروف من A إلى E ومن ثم سوف أقرأ الإجابات الصحيحة في سطر واحد ليسهل عليكم سماع الإجابة كاملة بدلا من سرد الترتيب بالأحرف فقط الأرقام العمود الأول 1 If the cases are too heavy comma 2 If the traffic isn't too heavy comma 3 If I had the time and money full stop 4 If you spend a lot of money on me فاصلة 5 If you told me you were going to London العمود الثاني عمود الأحرف A I'd come with you B You have to pay extra C I would have lent you my guidebook D I'll be at the airport at 12 30 E I'll be very cross والآن الجمال كاملة بالترتيب الصحيح أو بالصلة الصحيحة If the cases are too heavy you have to pay extra If the traffic isn't too heavy I'll be at the airport at 12 30 If I had the time and money I'd come with you If you spend a lot of money on me I'll be very cross If you told me you were going to London I would have lent you my guidebook التمرين الذي يليه أكمل الجمال الشرطية بوضع الفعل في تكملة الصحيح بالإنجليزي السؤال Complete the sentences with the correct form of the verb in brackets والصفحة في زيغة السؤال صفحة 32 ولكن في الملزمة نحن في صفحة 45 1 If my plane blank Ben Qosain not leave on time I miss my connection this afternoon 2 If you blank Ben Qosain not renew your passport last month you wouldn't have been allowed to travel 3 if I blank Ben Qosain not bring some books I usually get very bored on the plane 4 If I have my currency left over after if I have any currency left over after the trip blank Ben Qosain keep it for my next visit 5 If they didn't have duty-free shops at the airport people blank Ben Qosain not be Page 95 Unit 6 Lesson 6 الدرس السادس Read the conversation again on page 59 of the student's book Look at the words in bold Write the meaning أعطي معالي الكلمات التالية مرادفات الصفحة الموجودة بجانب اللغة العربية page يعني صفحة 133 ولكن في الملزمة هذه نحن على صفحة 25 1 Down down payment equals oh it means part of the total cost that is paid first بالعربي دفع أول 2 Monthly installments المعنى part of the total cost that is paid every month بالعربي اقصات شهرية 3 Investment المعنى something you buy that makes money بالعربي استثمار 4 go up in value المعنى the amount you can sell something for increase بالعربي ترتفع قيمته 5 car insurance المعنى money you pay for a company so you can get money if your car is lost or damaged بالعربي تأمين سيارة unit 6 lesson 8 الدرس الثامن match the beginnings and the endings of the sentences page 138 مكتوب 138 ولكن في الملزمة أمامي نحن في صفحة 95 المطلوب وصل البدايات بالنهاية سوف أقرأ عمود عمود ومن ثم الإجابات كاملة 1 could you please let me know 2 I was told that 3 I am writing to inquire 4 if I had an ATM card 5 if I could check my account balance by telephone العمود الآخر عمود الحروف I would receive it within a week I could withdraw money on my own work when will I receive my card I would save a lot of time about my ATM card could you please let me know when will I receive my card when I will receive my card 2 I was told that I would receive it within a week 3 I am writing to inquire about my ATM card 4 if I had an ATM card I could withdraw money on my way to work 5 if I could check my account balance by telephone I would save a lot of time unit 6 lesson 9 الدرس التاسع underline the correct alternative ومكتوب في صيغة السؤال صفحة 141 ولكن في الملزمة أمامي مكتوب 95 يعني أسفل الصفحة 95 لكن في صيغة السؤال تكون أرقام مختلفة ضع خط تحت البديل الصحيح my father opened أو made an account for me when I was quite young الإجابة opened 2 I deposited أو installed 5 million IRAQ dinars this morning الإجابة deposited 3 banks usually pay or charge a fee if you are overdrawn الإجابة charge if you stay or maintain a minimum balance you don't have to pay a fee الإجابة maintain 5 5 I can take or make a withdrawal at an ATM at any time الإجابة make 6 some some accounts cost or pay more interest than others الإجابة pay page 96 اكمل الجمل بالكلمات الصحيحة من الصندوق complete the sentences with the correct words from the box في صيغة السؤال الصفحة المكتوبة 141 سوف أقرأ الكلمات في الصندوق أولا withdrawal expired back valid branch down payment statement instillment online سوف أقرأ الجمل بوضع سوف أقل فراغ لكن هي محلولة فأقرأها بفراغ ومن ثم أقرأها في الأخير يعني أعطيكم بعض الوقت ومن ثم أقرأها مع الإجابات 1 I am afraid your card is no longer no longer blank it blank a week ago 2 this bank statement shows عذرا لقد قرأت الإجابة لكم this bank statement shows I have a lot of money in my account ثلاثة there must be a mistake I didn't make this blank last week 4 how many blank do you have to make to pay blank your loan my father my father lent me the money to put blank on a new car 6 if you have internet access you can bank blank ليس blank blank وإنما bank بعدين blank you can bank بعدين فراغ 7 there is a blank of our bank near the university so there is a فراغ of our bank near the university والآن مع الإجابات I'm afraid your card is no longer valid it expired a week ago 2 this bank statement shows I have a lot of money in my account 3 there must be a mistake I didn't make this withdrawal last week 4 how many instillments do you have to make to pay back your loan 5 my father lent me the money to put down a payment on a new car 6 if you have internet access you can bank online 7 there is a branch of our bank near the university complete the sentences page 141 1 a blank account comes with a checkbook 2 you can blank money from an ATM machine 3 the minimum blank is 1000 IRAQ dinars 4 the blank of an investment can go down as well as up 5 if you don't have enough money to buy something you can ask the bank for a blank underline the correct form in each conditional sentence page 141 ولكن في الملزمة نحن في صفحة 26 1 if I open a student account I would have to بعدها في dash will have to maintain a minimum balance 2 if I had known it was raining when I left I would have or would had brought an umbrella 3 if I have seen or had seen him yesterday I would have told him your news 4 if we hadn't gone or didn't go swimming we would have had time to go for a boat ride the right answer is had 6 if I played or have played tennis I would join the tennis club if I played page 97 ضع الكلمات في الترتيب الصحيح للمبني للمجهول 1 was delivered when mail the when was the mail delivered 2 next being our week the replaced windows 3 be sold the end house will before the year the of the house will be sold before the end of the year 4 buy the down the previous owner where trees cut the trees were cut down by the previous owner 5 have stairs avoid been the accidents to repaired the stairs have been repaired to avoid accidents As Rewrite the sentences in the passive form First sentence Somebody left these books in the classroom Al-Ijaba These books were left in the classroom 2 Somebody teaches history every day Al-Ijaba History is taught every day 3 Somebody is cleaning the room right now Al-Ijaba The room is being cleaned right now 4 Somebody will grade our homework over the weekend Al-Ijaba Our homework will be graded over the weekend 5 Somebody was opening the gates when we arrived Al-Ijaba The gates were being opened when we arrived last First complete the sentences with the passive form of the correct verb Each verb is used only once page هذا اللي في صيغة السؤال الكلمات الموجودة في الصندوق هي اشتركوا في الصندوق هي اشتركوا في الصندوق هي اشتركوا في الصندوق هي الإجابة is always informed. 2. Yesterday a message blank on his screen that said he was overdrawn. الإجابة was displayed. 3. Mobile phones farag by millions of people these days. 4. Farag cameras included in all mobile phones. عذراً، نذكرت كلمة included وهي جزء من الإجابة. الإجابة الكاملة are cameras included in all mobile phones. 5. Mobile phones farag for many other things in the future. الإجابة، mobile phones will be used for many other things. 6. Mobile phone towers farag all the time. الإجابة are being built. 7. Page 78 أكمل المحادثة بالمبني للمعلوم أو المبني للمجهول للأفعال في الصندوق. 8. Complete the conversation with active or passive forms of the verbs in the box. الصندوق فيه الكلمات التالية. 9. Open 10. Have 10. Install 10. Mail 10. Want 10. Keep 10. Send 11. Send والآن سوف أبدأ بالقراءة. 11. Mother 12. أول كلمة أقرأها من كل سطر سوف يكون المتحدث. وهذه المحادثة بين أم ونور. يعني نور أمها. 11. Mother 12. So, Noor Have you opened يا إلهي لقد قرأت الإجابة من جديد أعتذر 13. So, Noor فراغ you فراغ your bank account. 14. So, Noor Have you opened your bank account? 14. So, Noor Noor ترد Yes, I opened it yesterday. تسأل الأم فراغ you فراغ an ATM card? وترد Noor not yet not yet farag to me this week. الإجابة do you have an ATM card? not yet it's being mailed to me this week. الأم تقول how about a checkbook? ترد Noor I should get one in about ten days. It فراغ for me at the bank until I can pick it up. الإجابة it will be kept for me. ثمانور تكمل if I if I فراغ two but I'm worried about hackers I'd rather read my bank statement when it فراغ at the end of the month. الإجابة if I want to ومن ثم when it sent at the end of the month. يبدو أن هنا لك خطأ هنا لكن من الأفضل أن تتأكدوا من أستاذكم. مكتوب I'd rather read my bank statement when it sent at the end of the month. الغالب أنها when it is sent. لكن تأكدوا. Mother you needn't worry I فراغ a very good firewall when I bought the computer. you needn't worry I installed installed هي الإجابة. unit 6 lesson 10 الدرس العاشر مكتوب يدخل الناس المال لتقاعدهم لكي يستطيعوا التمتع بعيشتين رغيدة عندما يكبرون. ومن ثم يبدأ الدرس العاشر وتحت 9 عبارات وآخر كلمة في كل عبارة لونها أحمر وتحتها خط أيضا. مكتوب put some aside 2 pension plans 3 regular savers 4 a fixed sum 5 financially minded 6 a risky business 7 major players 8 break even 9 realize the profit page 99 أسئلة الفصل السادس 1 somebody T some يبدو أنه خطأ مطبعي المكتوب somebody T some chess history everyday لكن يبدو أن المقصد somebody teaches history everyday المطلوب passive voice 2 somebody is cleaning their room right now المطلوب passive voice 3 somebody was opening the gates when we arrived المطلوب passive voice 4 somebody will grade our homework over the weekend المطلوب passive voice 5 the machine repair at the moment المطلوب passive voice 6 the loan Farag بن Qusain payback with interest at the end of the year المطلوب passive voice 7 my ATM card Farag بن Qusain steal yesterday المطلوب passive voice 8 the magazine Farag بن Qusain publish every month 9 bank statements Farag بن Qusain send at the end of each month 10 tomorrow will they have one okay uh other they be paid 11 Egypt are in used coins these المطلوب إعادة ترتيب الكلمات لتصبح مبني لمجهول أعيد الكلمات Egypt are in used coins these 12 the check blank بن Qusain sign last week المطلوب تصحيح عذرا correct the verb into passive voice 13 somebody stole my wallet last week المطلوب passive voice 14 was delivered when mail the المطلوب write in the correct order to make passive voice الكلمات هي was delivered when mail the page 100 الصفحة هذه فيها معاني الفصل السادس وهنا لك قائمة من الكلمات بالانجليزية 36 كلمة مقابلها ترجمتها إلى العربية سوف أقرأ الكلمة الإنجليزية ثم الترجمة account حساب fee فائدة أو أجور balance رصيد bank card بطاقة bank credit card بطاقة اعتمان deposit إداع bank statement بيان كشف cash cash نقد loan قرض check suck withdrawal withdrawal سحب transaction تعاملات تجارية pin رقم حساب سد مقابلات تجارية مقابلات تجارية مقابلات تجارية insurance insurance تأمين go up in value ترتفع قيمتها fit into يتسع and close يرفق retirement التقاعد مكتوبة retirement هي لكن ان شاء الله متأكدة ان المقصود retirement instilled موجود بالفطرة guarantees ضمانات inherit يرث share يشارك ATM والتي هي اختصار ل automated teller machine هي مكينة أو ماكنة مصرفية ماكنة مصرفية للنقود enclose يرفق charge يشحن interest فائدة facilities تسهيلات saving account حساب ثابت current account حساب جاري overdraft facilities سحب مبلغ أكبر من الرصيد sites مناظر tip يدفع إكرامية definitely بالتأكيد ترجمة نانسي قنقر